مفاوضات الزمالك مع صلاح محسن الحكاية بعد الموضوع اللي حصل ما بين إدارة نادي الآية وصلاح محسن وصلاح محسن مش هيكون موجود وخلاص تم وضعه في قائمة الانتظار أحد المسؤولين جوا نادي الزمالك كلم صلاح محسن بشكل مباشر عرض عليه الموضوع أنه هو موجود مع نادي الزمالك السنة الجاية وصلاح محسن أبدأ موافقته بس المسؤول طلب من صلاح محسن يخلص نفسه وعمل اشتوري على الانستجرام وقال أنا موجود في أكبر نادي في القارة الأفريقية اللي خلين أفكر وروح في نادي تاني لا فكر وكان موافق وأبضل وغبته كمان أنه هو ياخد أقل من اللي هياخده في النادي الأهلي كان نوع من النوع أرد اللي اعتبر لي تمام المسؤول الطلب من صلاح أنه يعني حل مشكلتك مع النادي الأهلي احنا بالنسبة لنا خلاص موجودين الموضوع رسل أدارة النادي الأهلي عارفوا أن صلاح محسن حصل تواصل بينه بالأدارة نادي الزمالك واتغرم صلاح محسن ماليا كمان يعني إحنا ما استغناش عنك إحنا طلبنا أن أنت تبقى موجود في قيمة الانتظار كمان إحنا عرضنا عليك أكتر نادي أكتر من نادي وإنت ما كنت بترفض صلاح محسن قريب جدا من سراميكا يعني في مكالمة تمت ما بين الكابتن أحمد سامي ومن صلاح محسن وحابب أنه يكون موجود معاه وما زال قريب؟ صلاح محسن آه يعني عرض سراميكا بالنسبة له بعد مكالمة الكابتن أحمد سامي عايزه يكون موجود معاه بس مشكلة صلاح محسن أنه صلاح واخد الموضوع عندي شوية مع الأهلي يعني أنتو طلعتوني بقى قيمة الانتظار فأنا هحدد النادي اللي أنا عايزه كل العود اللي جات لصلاح محسن كانت صفقة تبادلية ما بين الأهل وقندها تانية فصلاح حس النوع من أنواعي التقليل ليه لا أنا هحدد النادي اللي أنا عايزه